وفي شأن آخر قال الجيش الصيني أنه أجرى مزيدا من التدريبات بالقرب من تايوان اليوم حيث قامت مجموعة من المشرعين الأمريكيين بزيارة الجزيرة والتقت الرئيسة ساي إنجوين من جانبها علنت وزارة الدفاع الوطني التايواني اليوم أنه تم رصد ثلاثين طائرة عسكرية صينية حول منطقة المحيطة بالجزيرة حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي